اشتركوا في القناة نطلق منها صور عندنا صور جديدة تاع بوجل ارت تعود الى اسبوعين اذا راح نزهيكم فيما خص المعلومات الجديدة على كل المواضيع اللي اعتدنا التطرق اليها وبصور جديدة عندها اسبوعين وكذلك باستعمال تقنيات النقل المباشر من الكمبيوتر الى الفيديو باستعمال جوجل ارت اذا المواضيع مثل ملعب الراقي بعض المشاريع نشوفها يعني ميزاجور يعني اخر ميزاجور تعود الى اسبوعين والموضوع الاول اللي راح نطلق له نشوف مثلا نروح نشوف الجسر انتاع واد الحراش اللي راح قيد الانشاء نشوف وين وصل هذه مدة اسبوعين ثم سنتطلق في مواضيع اخرى في فيديوهات اخرى الى مواضيع اخرى كملعب ملعب براقي وين وصلت الاشغال يعني نظرة من الفاضة يعطينا تعطينا فكرة جيدة وصحيحة وانية عن بعض النقاط اللي كنا نتكلم عنها في الفيديوهات ومن بعد نزيد نشوف في الولايات الاخرى الى كان فيها تجديد تحديث للصور سنتطرق الى بعض المشاريع الموجودة في الولايات الاخرى نروح للجسر تعواد الحراش هنا نشوف الجسر تعواد الحراش طولة دياله راح غير يزيد وهنا شوفوا احنا لاحظ باللي هنا الجسر تخطى طريق سيار من تاع شارع جيش التحرير هذا هنا راح تخطى وزيد تخطى الخط انت اعتراموي هنا الموازي وراح فوق خط السيكك الحديدية هنا هادي هنا بالاخضر هنا خط قريب يكمل الخط السيكك الحديدية اذن فيه تقدم وهذه الصورة تعود الى اسبوعين يعني الى 30 2021 2021 اذن هذه معلومة مفيدة وجيدة وصحيحة وآنية ما يقضي يمدها الى يكون يكون انسان عنده يعني قاعدة علمية وهنا نشوف الجسر هاد راح يكمل نعطيكم نقلكم اكزاكت موين را ورايح الجسر هاد الجسر هاد راح يدور هنا عندنا واحد من القواعد انتع الجسر هنا انتع الجسر اذن الجسر هاد راح يلحق له ثم يدور ويمشي هنا هنا في الفاضة هاد ويهبط باه يتصل بالطريق هاد اللي باه يوصل هنا نشوف الطريق هاد وين يوصل الطريق هاد يوصل الى مقر الجديد انتع وزار شؤون دينية اهنا اذا هذي هي هاد الساعة هذي نكتفي بهذا القادر وانا بنا هنا قلنا من قبل ان الجسر هذا طول ديال فيه حوالي هنا كين خمسمائة متر ثم هنا كين زائد واحد الميتين الى تلتمية متر ميتين واربعين الى ميتين وخمسين يعني حوالي سبعمائة وخمسين الى ثمانمائة متر الجسر هذا وللعلم الجسر هذا بعض الناس اللي يخصم الامر هذا الجسر بانشاء شركة جزائرية شركة كوسيدر هيا لا يتقوم بالجسر بتقنية البوسوار هادي البوسوار ستين تكنيك قديمة يعني دخلت في الجزائر في الثمانينات ونفس هنالجوسور هادي كلها هذالجوسور هنالجوسور هنالجوسور بقدومة بتقنيات البوسوار سوف يكون فيها فيديو في المستقبل ونفسر لكم طريقا تعل البوسوار هادي وشن هي التقنية هادي وهي التقنية هادي دخلها الايطاليين الثمانينات عندما قاموا ببناء هاد الجوسور هنالجوسور هنالجوسور القريق ساحل هنالجوسور الثمانينات والان كوسيدر تتحكم في هات التقنية منفع الجوسور باستعمال البوسوار واكتفي بهذا القدر واستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة